دعنا نقول ان هذا الفيديو يعتبر البرت الثاني من الفيديو nada nazz sûلك لك من فترة نقول كنقد بحوالين الأشرار اللى ممكن يتقدم العديد في البرت الثانى وقلت لك ان تنقيم ان CHAV من وجهة نظري ان الرئيسي التانى هنا نركزم دا شخصية Booker هل تكون متوجدة معا rouge من ثانى مثلا الفيلن الرئيسي به Setman او هذا بس nice في البرت الثالث وهم اللي هيكون الفينان الأساسي في البرت الثالث من زبات مان خلاننا نقول كده ان فيلم زبات مان كان تحف فنية وكمان على الجانب الثاني مسلسل زابينجوين فعلا من أفضل مسلسلات السنة ولكن لما تيجي تركز كده في نهاية فيلم زبات مان البرت الأول بنشوف في النهاية ثابتنا كده مع أسئلة كتيرة عن اللي مفروض يحصل بعد كده الجوز الثاني كده من زبات مان ممكن ياخد اتجاهات كتيرة بس في تلمحات مهمة عن الأشرار والكصص اللي ممكن نشوفها في الفيلم اللي جاي وده كمان بعد اللي حصل معنا في مسلسل بينجوين فهنا كده لما تيجي تتكلم عن البرت الأول يمكن يكون أكبر مفاجأة بالنسبة لنا كانت الممثل باري كي اللي كان بيعمل معنا شخصية الجوكر وده طبعا لازم نتكلم عنه في فيديو النهاردة خصوصا عن النوعية اللي هيكون عليها الجوكر ده وإزاي هيكون دوره في الجزء الجديد كمان مفيش شك ان ريدلر راجع وهيكون ليه دور كبير جدا بس فيه إشارات اننا ممكن نشوف أشرار وكساس تانية في المستقبل وطبعا السؤال اللي بيشغل الكل ايه الخطوة اللي جاية لباتمان نفسه ففي الكوميكس كده الشخصيات الشريرة عادة بتعلن عن الهواية بتاعتها استجابة كده لفكرة ان باتمان موجود في المدينة وده بالضبط اللي شفناه مع شخصية الجوكر فهنا كده هنبدأ بل الكل عاوز يعرفه وهو شخصية الجوكر الجوكر هنا لسه في بداية رحلته ان يبقى أمير الجريمة المهرج وكل الظروف اللي تسمع بحاجة زي دي موجودة فعلا في العالم ده فده ممكن يخلي ريدلر مصدر إلهام للجوكر فلو بصنا كده على اللي عمل ريدلر في البرت الأول هنلاقي انه الواحده كده أسقط كل الشخصيات الفزدة في المدينة وقالهم جماعة متطرفة بالكامل ونجح في تدمير المدينة حرفيا لما غرقها بالكامل الجوكر موجود كأم الشيطان اللي بيظهر فجأة وقت من مدينة بقت في أسوأ حالتها ريدلر هنا هو شخص منطوي واهمي وكان فاكر انه هو باتمان أصدقاء وشركاء كده في كشف الفساد الجوكر أكيد هيستغل الحالة النفسية الهشة بتاعت ريدلر بعد ما تسجن كده وهيستخدم تأثيره علشان خاطر ينشر الفوضى في المدينة بالكامل جوسم دلوقتي بقت زي أرض بلا قانون المدينة غرقانة وأجزاء منها معزولة تماما شفنا ان المجرمين زي بين جوين مثلا استغلوا الوضع ده وزي ما شفنا كده بعد موت كارمن حصل حرب كده مبين العصابات في جوسم وزي ما تقدم معنا كده في نهاية مستدسة زي بين جوين بين جوين بقى هو يعتبر زعيم الجريمة في جوسم طيب هنا كده في مستقبل العالم ده ممكن نشوف أشرار كتير في عالم زباتمان وأكتر واحد متحمسين ليه هو مستر فريز شخصية فيكتور فريز هتكون شيرير مثالي فعلا للجزء التاني من زباتمان وده طبعا وضحته لك في فيديو هنا على القناة لو ما تفرجتش عليه هسيب لك لينك الفيديو في صندوق الوصف والفيديو ده يعتبر كده البرت الأول من الفيديو أنا ما اتكلم فيه النهاردة ففي زل حالة الفوضى اللي حصلت كده في جوسم باتمان هيلاقي نفسه مشغول جدا وده الوقت المثالي اللي الجوكر ممكن يتحرك فيه بس يمكن بدل ما الجوكر يضرب المدينة يتحرك جوه أركام وحاجة زي ديها تضحت معنا كده من البرت الأول من زباتمان وده مهم جدا لان لو أركام فعلا على جزيرة فده يعني انها معزولة عن باقي جسم الشرطة وخدمات الطوارئ مركزين كل جهدهم على إنقاذ سكان المدينة والسجناء في أركام مش أولوية دلوقتي فمع عائلة الحراس الجوكر ممكن بسهولة يسبب كده شغب قاتل ويسيطر على المكان فبعد اللي عمل ريدلر باقي الممرضة كده هيشوفوا الجوكر كخائد ليهم وبسرعة هيتابعوه تخيل معايا قصة أركام سيلم من اللعبة بتقدمة جدا هنا ولكن هنا لما تيجي بقى تشوف فكرة أو قصة رواية جراندي ميريسون اللي هي أركام أسايلام القصة دي كانت عبقارية لأنها قدمت الرعب النفسي بشكل رهيب جدا وخلت كده أركام مكان مرعب كأنه متاهة كابوسية فالرواية دي كانت بتغوص في أعماق النفس البشرية والجنون وبتقدم كمان شخصية باتمان على حفة الانهيار القصة حرفان بتكتب نفسها باتمان محبوس في مصحة نفسية مرعبة مليانة قطلة مجنين فزي ما كان زالونج هيروين كان مصدر إلهام الجزء الأول كقصة بوليسية فحب أقولك أن أركام أسايلة ممكن يكون فعلا مصدر إلهام الجزء التاني من زي باتمان ويقدم لنا كده فيلم رعب نفسي باتمان في النهاية في بيئة مرعبة فنقدم نقول كده دي السينما فعلا على أصولها كمان أنا واحد من الناس لسه ما شفت الجوكر مستوحب الكامل من أفلام الرعب الجوكرز عمتا يعني اللي شفناها مقبل كده كانوا مخيفين ولكن أنا هنا بتكلم عن حاجة مرعبة جدا وإن الجوكر كده يجسد الجنون والشر بشكل أفضل تخيل الجوكر مثلا بيطارد باتمان كأنه مزيج بين الجنون والرعب الحقيقي ففعلا هتكون حاجة مرعبة جدا تخيل طيب قبل كده المخرج مات ريفز كشف إن رؤيته للجوكر ممكن تكون مستوحاة من فيلم زمانه لفز وإن الجوكر بيعاني كده من مرض بيخليه مبتسم طوال الوقت فالمرض ده في النهاية خلاه يعيش كده حياة الناس كلها بتبصله بنظر معينة وهو بيعرف يستغل ده علشان خاطر يدخل في دماغ الناس فالسؤال هنا بقى إيه اللي ممكن يعمله ده في شخصية زي دي الفكرة دي مناسبة جدا للاتجاه اللي ممكن الجزء التاني رايح ليه كفيلم رعب وهو إن الجوكر كده من لحظة ميلاده الحياة كانت نقطة قاسية عليه ورد فعله إن يعلن نفسه في الآخر مهرج أو الجوكر تخيل معي كده الكسة ممكن تمشي ازاي الجوكر وردلر يسببوا كده شغب كبير في أركامب ويسيطر على المصحة باتمان لازم يتسلل عشان خاطر يوقفهم وينكز الموظفين ولكن هنا بقى كل ده جزء كده من خطة الجوكر الجوكر بيحب يلعب ألعاب سادية كده مع باتمان فالموظفين هنا يكونوا محبسين في أكتر من فخة زي مثلا اللي شفناه كده في أفلامسو واللي صنعها ريدلر باتمان لازم ينكزه وهو بيحاول ينجو كده من كوابيس المصحة ولكن الجوكر حاطت قاعدة لللعبة دي باتمان يقدر يوقف اللعبة كلها وينكز الرهائن كمان لو عمل حاجة واحدة بس وهو ان باتمان يقتل الجوكر مهووز بباتمان في عقل المكسور العالم ما ينفعش يمشي غير لو الناس بتقتل رفض باتمان ان يقتل حاجة غريبة بالنسبة للجوكر وعاوز يكتشف السر ويفهمه هو عاوز يوصل باتمان للهوية نقدر نقول كده دلوقتي ان الطريقة الوحيدة تعيش بها في العالم ده هي من غير قواعد والنهاردة هتخالف القواعد دي فعاوز اركام زي ما تكون قصر مسكون مليان جو ورعب وجنون كأنه كابوس كده مش بيوقف كل زاوية فيها فخ او كائن مرعب الميزة الكبيرة بقى في الاتجاه ده هي ان باتمان هيكون خارج منطقته المعتادة هو دايما الصياد لكن هنا هيبقى الفريسة الكسة مش عن انقاس جسم الكسة عن البقاء اختبار نفس الباتمان مواجهة شيطانية وذكريات المؤلمة والاسئلة اللي بقت من اول الفيلم في الفيلم الاول كده عرفنا ان مارسا والد بروس كانت داخلة وخرجة من مصحات نفسية فده بيربط الكسة ببعض ايه الصدمات اللي دمرتها وازاي صدمات باتمان بتهدده تدمره هو كمان مارسا كانت من عيلة اركام العيلة اللي بلت مصحة اركام واللي اسمها مرتبط بالمأساة والكوارث فكل حاجة متصلة بعدها بطريقة عظيمة وكمان الاتجاه ده هيكون فرصة مثالية لتقديم اشرار تانيين من عالم باتمان وللحد دلوقتي متوضح كده معنا اسامي اشرار كتير جدا المفروض تتقدم معنا في العالم ده فليدا نقول كده ان باتمان هيكون في رحلة مختلفة تماما في البارتي التاني من زي باتمان فباتمان في الجزء الاول كده كان مركز على ان يكون رمز للانتقام لكن لما شاف ازاي ريدلر واتبعه استخدامه الانتقام لتبرير افعالهم باتمان ادرج انه لو عاوز يغير جسم فعلا لازم يكون اكتر من مجرد شخص ينتقم لازم يبقى بطل للمدينة ولكن هنا الكثة مش بس عن باتمان اللي بيكون بطل اكتر الفيلم الاول استكشف كده ارس عيلة وين والاسرار المزلمة اللي كانت مخيفة في الجزء التاني لازم نغوص اكتر في تأثير الحاجات دي على بروس وين سواء من ناحيته الشخصية او من ناحية رأي الناس في عيلة وين ريدلر كشف ان فيه فساد في ارس عيلة وين وده هيكون ليه تأثير ضخمة على بروس هيبقى صعب جدا ان يقنع الناس ان توماس وين ما كانش فاسد وانه كان ضحية تلاعب فالكون لكن في نفس الوقت ريدلر كان عنده نقطة صح ان فيه مجرمين وسياسيين فاسدين استغلوا الضعفاء وسرقوا فلوس دار الايتام اللي بناها توماس فكل ده معناه ان بروس وين لازم يطلع قدام ويعمل حاجة ايجابية لجوسم حاجات باتمان مش هيقدر يعملها بروس لازم يستخدم صرواته كده علشان خاطر يصلح المدينة خصوصا بعد الفيضان الكارسي اللي حصل كده معانا في البرت الاول في البرت الاول بروس وين تخلي تماما عن فكرة ان يعيش حياة طبيعية لكن في الجزء التاني هيتطر كده يصنع شخصي بروس وين اللي بتتعامل مع المجتمع كمحب للخير بس النسخة دي من بروس وين مش هتكون كده البلاي بوي الغاني المعروف بل هتكون اشبه بريادة اعمال زي مثلا ايلون ماسك بس اكتر شوية في حتة الانطوائية وعدم الراحة في التعامل مع الناس وهنا بقى مع بداية بروس وين انه يستخدم كده الصروة بتاعته لإعادة بناء المدينة هيلاقي نفسه بيواجه القوة الحقيقية اللي بتحكم كده مدينة جوسم منظمة سرية سيطرت على المدينة لكرون طويلة جدا وهي محكمة البوم فالقصة بتاعتهم بصراحة على وضعها محكمة البوم هي واحدة كده من الاضافات لحديث العالم باتمان ولكن كمان بسرعة بقت من اكتر الاشرار كده اصارة في الكصص زمان المحكمة كانت موجودة وبترقب كل حتة في جوسم كانوا بيهمسوا كده والمدينة كلها بترتعش فالمحكمة دي عبارة عن منظمة كده سرية الاعضاء بتوحها من اقدم واغنى عائلات جوسم ولكن اكتر حاجة مميزة فيهم هي التانونز انه نقدر نعلم كده القطلة الاحياء لاموات اللي بيشتغل حساب المحكمة الصراحة كده المحكمة دي شكلها بنسبة كبيرة جدا هتكون في الجزء التاني كتمهيد للبارت التالت من زباتمان لانها فعلا فكرة رهيبة جدا وطبعا ما مش محتاجة اقولك زي يقول له مرة كده ان هو فعلا تم التلميح عنهم اكتر من مرة في اعمال زباتمان فهنا كده فكرة ان محكمة البوم تكون عبارة عن كيان قديم بيستخدم كده قطلة اموات مش هتناسب الاسلوب الواقعي بتاع عالم ماتريفز ولكن المحكمة ممكن تتقدم بشكل جديد كعيلة كده اغنياء جدا اصحاب شركات وكمان اقوية لدرجة انهم عاملين زي الملوك الناس دي عندها نفوس قوي جدا عندهم اعضاء في الكونجرس كمان بيقدر ان هم يشكلوا القنون على مزاجهم وبيختاروا مين يترشح للرئاسة فبنعرف كده ان في الناس بتتحكم كده في العالم في الخفا واحد في المية من الواحد في المية كمان الناس اللي بتلعب دور الملوك من غير اذن فندا نقول هنا بدلا ما تالنز يكونوا كده قتل اموات ممكن يكون رجال امن خاص على اعلى مستوى جنود قوات خاصة سابقين التغيير ده هيكون تحديث مسير جدا للصراع المعتاد لباتمان مع الجريمة والفساد لانه يخرج من اطار الجرائم العادية ويوصل كده لمستوى اكبر واختر ريدلر في البرت الاول كشف ان كارمن فالكون كان عنده كده زباط شرطة ومدعيين كده عموميين وعمداء مدن تحت ايده بس تخيل كده لو فالكون ما كانش حتى الراجل اللي بيتحكم في اللعبة لو كان مجرد شخص زي اي حد تاني ومحكمة البوم هي اللي بتحرك كل حاجة ومستخدمين هنا فالكون كواجهة كده يتعاملوا من خلالها مع المجرمين والفاسدين وده طبيعي لان اعظم خدعة عملها الشيطان انه اقنع العالم انه اصلا مش موجود فدلوقت كده نقدر نقول بعد ما ريدلر واقع النظام كله ده بيمثل تهديد كبير على سيطرة المحكمة السرية على المدينة وكنتيجة هنا المحكمة هتبتدي تتحرك كده علشان خاطر تسترجع سيطرتها مرة تانية على جوسم مستغلين حالة الفوضى اللي المدينة بقت فيها ومع بروس وين اللي بيستخدم صروته كده لإصلاح جوسم اكيد هيلاقي نفسه في مواجهة كده مع الكيان ده عاجلا ام اجلا وتخيل بقى الصدمة كبيرة لو باتمان اكتشف وجود محكمة البوم فاكتشاف مدمر فعلا لانه هيخليه شك في كل اللي عمله ازاي ممكن ينكس جوسم وهو حتى ما كانش يعرف مين اللي بيحكمها اصلا ازاي كمان يواجه القوة المرعبة دي المسير في الموضوع اصلا ان البومة هي المفترس الطبيعي للخفاش يعني باتمان هو فريسة المحكمة هم بيرقبوه دايما سابقينه بعشر خطوات فاول شوية اعداد كده من الكوميك اللي قدمت محكمة البوم كان فيها رعب حقيقي فكانت زي فكرة اركام محكمة البوم ممكن تخالر جزء التاني او الجزء التالت من سلسلة باتمان يكون فيه اتجاه نفسي مرعب ومسير فانا اقولتها لك قبل كده وبقول لك تاني بصراحة كده انا مش شايف ان محكمة البوم هتكون فعلا الشرير الرئيسي للبارتي التاني لزا باتمان وخلينا اقول لك كمان يمكن اركام فعلا هيكون افضل كمحوى الرئيسي للفيلم فانا زي ما وسبب قبل كده شايف من وجهة نظري ان مستر فريس ممكن يكون هو الشرير الرئيسي وفي نفس الوقت نشوف كل الاحداث انها والتالك دي تحصل معنا في الخلفية بصراحة يكون السيناريو رهيب جدا للبارتي التاني لزا باتمان اما بالنسبة لمحكمة البوم فشايف ان هم فعلا هيظهروا معنا في البارتي التالت دا لو عملوا كده يعني لكن انا اتمنى بصراحة نشوف محكمة البوم في وقت قريب لانها فعلا قصة ممتازة جدا لباتمان وكمان هتكون حاجة رهيبة كده بتتقدم معنا طيب هنا كمان من اكتر الحاجات اللي عجبتني كده بزا باتمان هي لما شفنا باتمان هو بيتعاون كده مع سيلينا بل كمان مع جوردن دا معناه ايه؟ دا معناه ان احنا بنسبة كبيرة جدا ممكن فعلا نشوف روبين بيتقدم معنا في العالم ده فخليني اقول لك هنا ان الشراكة بين باتمان وسيلينا في الفيلم كانت مثال حلو على ازاي باتمان وروبين يشتغلوا مع بعض في العالم ده يعني نقدر نقول من غير كل التوتر والكلام ده كله روبين اكيد هيكون لي تأثير ايجابي على باتمان ده الحاجة الوحيدة للنقصة في حياته حد يفهمه ويفهم الحياة اللي هو عايشها فنقدر نقول ان روبين هنا هيكون نوع من التوازن لباتمان العلاقة بتاعتهم كده تخلي باتمان يبقى اكثر ودا وكمان اقل عزلة وكآبة فمش متأكد بصراحة ان هما ممكن يجيبوا دي جوريسون في السن المراهقة في النسخة الواقعية دي بس ممكن يكون ديك على الجانب الاصغر مع غير الجسم باتمان هيكون عنده شغل كتير فاكيد يعني هيحتاج من مساعدة اكيد ولما يبقى باتمان كده رمز بطولة اكتر في جسم ديك ممكن يتأثر بيه ويبدأ رحلته علشان خاطر يبقى روبين فالدينيماكية بين باتمان وروبين حاجة عاوز اشوفها على الشاشة بشكل صح في كتير كده من القصة اللي ممكن تخرج منها حاجات رهيبة وقالت برضا لو حاجة زي دي ما حصلتش معانا في عالم ايبي كرام سواجة هتحصل معانا في العالم السينمائي الجديد وزي ما احنا عارفين كده ان فيلم باتمان بريفين زابولد هيتقدم معانا البعد فاميلي بل كمان هتقدم معانا ديميان وين طيب هنا كمان بما ان القصة دي بتحصل معانا كده في السنة التانية لباتمان تأسير باتمان على جسم بيكون سيف زو حدين هو عنده رمز بيلهم ناس علشان خاطر يبقى ابطال لكن كمان بيصنع وحوش زي الجوكر في البارت التاني من زي باتمان هيكون مسير جدا ولكن لحد دلوقتي مش متوضح من الشيري الرئيسي بس زي ما قلتلك كده المنطقة نتقدم معانا ميستر فريز وفي الخلفية محكمة البوم غير كمان نشوف الجوكر بيهرب ولكن مع كل ده يكون الرئيسي ميستر فريز فتفتكر ممكن ده اللي يحصل معانا في البارت التاني من زي باتمان ولا ممكن الاحداث تأخذنا في اتجاه تاني خالص عن الكلام ان انا قلته